قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن إن الحكومة الأردنية تأكدت وقوفها إلى جانب السعودية ضد استهدافها من قبل أي اعتداءات خارجية وإن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يخص الأردن مؤتمر صحفي تناول تطورات الأخيرة في اليمن وعددا من القضايا نستعرضها في هذا التقرير كر وفر ومعارك طاحنة في الحديدة بين قوات التحالف الدولي والحثيين خلال الأيام الماضية لم تفضي إلى حسم المعركة لصالح أي طرف حتى الآن مؤتمر صحفي اكتصر على قراءة بيان مقتضب تلاه السفير الإماراتي في الأردن للحديث عن آخر التطورات حول عملية تحرير الحديدة من الحثيين المدعومين من النظام الإيراني على حد قوله الحوثيون لا يشكلون أكثر من 3% من تعداد السكان اليمني ولكن لديهم الرغبة في السيطرة على 50% من الأراضي اليمنية قامت ميليشيات الحوثي مدعومة من إيران باستغلال ميناء الحديدة ذو الأهمية الاستراتيجية لإطالة أمد الحرب وزيارة معاناة اليمنيين من خلال استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية الإيرانية إلى اليمن واستخدام الاستدافة المملكة العربية السعودية كما استخدموا إيرادات الميناء في تمويل حملاتهم العسكرية تم الكشف خلال المواجهات الحالية في الحديدة عن أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية منها صواريخ وطائرات مسيرة بدون طيار وخزانات وقود خاصة بالصواريخ الباليستية مما يثبت تطور طائران في دعم الحوثيين جمود سياسي والحل العسكري هو الأوحد والوحيد بناء على طلب الشرعية اليمنية لتحرير الحديدة جاءت مشاركة التحالف الدولي لإحداث تغيير في موازين القوى على الأرض بحسب تصريحات السفير الإماراتي لم يعد لدى التحالف العربي خيار آخر سوى اللجوء إلى الحل العسكري بهدف أحداث تغير في ميزان القوى والذي سيساهم بالتوصل إلى حل سياسي تهدف عمليات قوات التحالف لتحرير الحديدة وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من إعادة الأمن والاستقرار إلى الميناء والمطار والمدينة بهدف تقفيف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن فضلا عن كسر الجمهور في العملية السياسية وهناك ثلاث أولويات تعمل عليها وتتحالف حماية المدنيين الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية وتحريك العملية السياسية في اليمن جهود دولية ما زالت مستمرة لتأمين مطار وميناء الحديدة والعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الأزمة لا بل لإعادة موازين القوى السياسية والعسترية على الأرض لتحقيق الأمن والسلم لليمن وشعبه أسامة العدوان رؤية